اشتركوا في القناة طبعا اليوم موضوع سريع كيف نتأكد ونعرف انه شغلنا صحيح وسليم وبيانتنا اللي في المحرك سليمة وصحيحة حتى لو ما في لوحة بيانات على المحرك حتى لو كان المحرك مجهول وانت عملت له حسابات او اخذت بيانات من احد الاشخاص فكيف تتأكد انه كل شي صحيح وسليم بعد اللف طبعا انا بتكلم على الواحد فاز او على الثلاث فاز الان عندي تجربة انا على الواحد فاز او يعني انا عندي هاي الترمبة انا لفيتها او جهزها طبعا وجمعتها لسه ما ركبت الميكانيكسي التبعها طبعا والان رح اشغلها انا امامكم ونشوف او التجربة بشكل عملي اه طبعا احنا رح نشغل الان اه علامات اه انه اه المحرك صحيح وسليم وشغلة كله تمام اه هي انه اه بتشغل المحرك حتى لو هيك بدون حمل عندك على الطاولة بالورشة يعني بتشغل عشر دقائق ربع ساعة وبتتابع سخونة المحرك درجة السخونة وعلامة السخونة المقبولة طبعا يا اخوان بدنا نفهم شغلة احنا كل المحركات اه كل المحركات الموجودة في الدنيا بتسخن بتسخن كل المحركات ما في محرك ما بسخن والدليل الدليل انه كل محرك له مروح التبريد وغطى على مروحة التبريد فمعنى وجود مروحة التبريد وغطى على مروحة التبريد هذا يعني انه المحرك بسخن وعملين له طريقة للتبريد على المحرك فلو كان المحرك ما بسخن ما في داعي يحط له مروحة ولا غطى مع انهم حطوا مروحة وغطى اذا المحرك بسخن لكن السخونة يجب ان تكون معقولة معقولة يعني كيف معقولة احنا كيف انت كفني في ورشتك كيف ممكن انك تحدد السخونة المقبولة او السخونة اللي فيها خطورة على المحرك انت بتشغل المحرك وبتحسه بيدك بتحسه بيدك اذا كان المحرك يعني وصل لمرحلة الدفايان يعني المحرك دافي او سخن قليلا اه فهذا الامر الطبيعي لكن اذا ايدك ما تحملت السخونة فاذا في غلط في شغلك اه في خطر على المحرك يعني انت بتحط ايدك هيك اذا ايدك تحملت الحرارة مثلا دقيقة دقيقتين اذا انت شغلك تمام وما في اي مشاكل ان شاء الله حتى لو كان الامبير شو ما كان يعني انت لو ما في لوحة على المحرك وما بتقدر تحدد الامبير كم هو بالضبط اه درجة السخونة هي بتحدد لك انه الشغل صحيح ولا لا حتى لو كان الامبير شو ما كان لانه انت ما بتعرف الامبير الصحيح للمحرك اما انت اذا انت حطيت ايدك على المحرك وكان يعني يعني يشعط ايدك او يطشك يعني ما بتقدر تحط عليه ما بتقدر تحط ايدك ثواني على المحرك فلا هذا خطر وفي غلط في الشغل وبتحتاج انك ترجع وتشوف شو الغلط اللي عندك ممكن اذا كان واحد فاز ممكن مكثف كبير ممكن في مشكلة ميكانيكية ممكن البيانات اللي انت جبتها من عند احد الاصدقاء يكون فيها مشكلة اما ان اذا ايدك تحملت دقيقة ودقيقتين وثلاث يعني انت حطيت ايدك هيك وتحملت الحرارة فهذا الامر طبيعي وهذا المحرك يعني ملفو بشكل ممتاز طبعا بالاضافة انه انه بدك تشوف الاقلاع قوة الاقلاع اذا كان خاصة واحد فاز قوة اقلاعه تكون قوية ومقبولة حتى تتأكد من انه شغلك صحيح وسليم هاي يعني اكبر علامة تقريبا بتبين لك انه شغلك صحيح والمحرك الشغل فيه ممتاز اللي هي درجة السخونة زي ما حكينا وانا كثير يعني بتواصلوا معاي شباب بحكولي انا لفت محرك وشغلته وبسخن فمن خلال مناقشتي معاه واطرح عليه بعض الاسئلة باكتشف من كلامه انه المحرك يعني بسخن سخونة خفيفة وما فيها اي خطر وما فيها اي مشاكل لكن هو بيقلق لانه حس المحرك فيه سخونة لا يا اخوان المحركات زي ما حكيت لكم كل المحركات اللي في الدنيا بتسخن لكن سخونة مقبولة والدليل زي ما حكينا وجود مروحة وجود غطاء تبرد على المحرك وكمان هاي المحركات بعملوها بهذا الشكل لها شفرات من هون هذا عشان الهواء يدخل فيها ويتخلل من خلالها على اساس يوزع تبريد على المحرك بشكل كامل يعني هذا الكلام كمان بيدل انه المحرك الطبيعي الاصلي من الشركة بيسخن وبكون بحمى لكن طبعا الاشي يكون في حدود المقبول والمعقول هاي هي ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي بوصيكم دايما ولا تنسوا زي بوصيكم دايما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته